انبي السنة دي شايف انه هو في مكانة طبيعية الوضع الطبيعي ولا شايف انه انبي مش في وضع طبيعي بالنسبة للتشكيلة والاجهزة الفنية وانا عايف ان انت عندكو برضو ادارة محترمة جدا بالنسبة للسنة دي احنا الحمد لله احنا ماشيين كويس لحد دلوقتي بس احنا كان ممكن يكون في مايكاز افضل ويكون مثلا لو الظروف كانت معاها شوية او التوفيق كان معاها شوية كان ممكن نروح اول او تاني احنا في مطشاط هربت مننا السنة دي كان ممكن يعني انها مركز احسن احنا مع تغيير برضو جهاز الفني مش ما نزلناش احنا مش هنا بشكل افضل برضو صح فدي حاجة كويسة بالنسبة للنادي وبنسبة للإدارة يعني طالما الإدارة ماشي كويس معنا والجهاز الفني حتى لما يتغير احنا مرضو مش هنا كويس فده يعتبر ان النادي كله ماشي كويس اللي عيبة بالجهاز بالإدارة مهما يتغير النادي ثابت صح احنا بنيمشي مابدع ان احنا عائلة واحدة وكلنا ايد واحدة يعني وامبي بقالوا موسيمين كده بيرجع تاني امبي بتاع زمان يعني كنتم بقعد فترة الأمور بصعب احنا احنا في افضل فترة دلوقتي في النادي والطبري وكان ممكن يعني ان شاء الله نخش فريقيا بس يعني ربنا ما كرامش تعولت قبل ما نخش نحن عشان نخش كنت قريبين جد فرق يعني كنكم جول طيب فيه ماتشات يعني كنتم فقق على يب كتير السنة دي بس فيه ماتشات احنا كنتم قريبين منها اوي يعني المفروض الماتشات تخلص ليكم يما بيخش فيه جولت عادل يما انتو بتخسروا المباراة في اللحظات الأخيرة ايه الماتش او الماتشات اللي انت شاف انها كانت قريبة جدا منكم الموسم ده ماتشات كتير ماتش زي الجيش اه احنا عاملين ماتشة كان في الجو كان حر يعني من درجة الحركة صعب والصراحة ومسكني الجيش عاملين ماتشة حلوة اوة عليهم من احسر ماتشة اللي عملناها السنة دي اه وكذبانين كنتم تعدلين ودخل فينا جونا اخر ثانية وكذلك ماتش فاركو كذبانين واحد صفر في كورة كده اتعدلنا وكتريبا الماتش ده كان خلانا افريقيا رسمي اه اتعدلنا خير برضو ضيئة ضيئة يعني ماتشات بس كنا ما فيش توفيق بصراحة نعمل ماتشات كويسة بس الحمد لله ان ربنا عوضنا في ماتش البنك فربنا برضو بعوض بعوض ضيئة 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 شكرا